وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر والذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد وأيضا خلال اجتماع عدد من المسؤولين المعنيين وفي اجتماع منفاصل مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لمتابعة ملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي وجه رئيس السيسي الحكومة بمواصلة العمل المكتب لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن مع تعزيز جهود ومصارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من السيد الرئيس لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من الطيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت وتجنب تكرار حدوث انقطاع الطيار الكهربائي مستقبلا ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد أخذا في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة ضعفت إجمالية القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 جيجا وات بما أتح توفير الطيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن وخلال الاجتماع تابع السيد الرئيس جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا حيث تم توضيح أنه منذ اللحظة الأولى جرى تنصيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوك بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك أخذ في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية وأسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التصدي لأية مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين وحلها على مستويين الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددا ووجه السيد الرئيس الحكومة في هذا الصدد بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات في ظل التقلبات المستمرة عالمياً في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية كما وجه السيد الرئيس بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذية للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب خاصة ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري